أنا من الناس اللي بتشوف إنه الحوار الوطني واحد من أهم الخطوات السياسية اللي اتخذتها مصر الحقيقة من إبريل 2022 وحتى هذه اللحظة خطوة سياسية عملاقة الحقيقة تم اتخاذها بل إنه تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني في حد ذاته كان بيعكس فعلاً كافة ألوان الطيف السياسي وزي ما حضراتكم عارفين 50% معارضة و50% من أحزاب مؤيدة أو إذا صح التعبير اللبناني مولاء مجلس أمناء الحوار الوطني الذي لا يصدر بياناً إلا بالتوافق الكامل ما هيش بأغلبية الأعضاء ولا بأقلية الأعضاء والأغلبية بسيطة على أغلبية البيان لمجلس الحوار لا أسف لمجلس أمناء الحوار الوطني يدين العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ويحذر من المساس بأمن مصر القومي وسيدتها وبيقول لما كان الحوار الوطني بمجلس أمناء وهيكل محاوره ولجانه وكل المشاركين فيه يمثلون كل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية ولما كان مجلس أمناء الحوار الوطني قد قرر سابقا رفع أعماله وجلسات الحوار الوطني بكل أنواعها لحين انتهاء الاستحقاق الانتخاب الرئاسي حرصا منه على بقاء الحوار على مسافة واحدة من كل المرشحين على أن يعاود لانعقاد بعد انتهاءه إلا أن مجلس أمناء الحوار الوطني باعتبار أنه يمثل ضميرا سياسيا ووطنيا وقوميا للشعب المصري لا يستطيع إزاء التصعيد الحالي الخطير في غزة الأبية والأراضي الفلسطينية المحتلة واعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة على الشعب الفلسطيني وامتدادها إلى حدودنا الوطنية الشرقية إلا أن يؤكد على التالي أولا أن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة كلها ويحدر مجلس أمناء الحوار الوطني في هذا السياق من المساس بأمن مصر القومي وسيادتها الكاملة على كل شبر من أراضيها ووحدتها الكاملة المقدسة ثانيا ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بصورة كافة وندعم في هذا الصدد كل الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة المصرية على جميع المستويات ثالثا دعوة الشعب المصري بكل قواه السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية لدعم الشعب الفلسطيني بكل السبل القانونية وفي مقدمتها الانضمام لدعوة مؤسسة حياة كريمة لجمع التبرعات لصالح دعم هذا الشعب الشقيق وتخصيص حسابات في البنوك المصرية لجمع التبرعات لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانبه رابعا إعادة التأكيد على الموقف المصري الشعبي والرسمي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية خامسا إعادة التأكيد على الموقف المصري التاريخي المستمر بالالتزام بكل القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والتي لن تسمح مصر بتصفيتها على حساب أطراف أخرى وبأي طريقة كانت سادسا تنديد المجلس الحاسم والكامل بمنع جيش الاحتلال كل موارد وأساسيات الحياة عن أبناء غزة بما يهدد بتدهور شامل وخطير لأوضاعهم الإنسانية والصحية ويثمن في هذا السياق توجهات القيادة السياسية المصرية وجهود مؤسسات المجتمع المدني في مصر لتوصيل المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية كما هو الحال بقوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرسلة لشعبنا الشقيق في قطاع غزة سابعا التأكيد على خطورة غياب الأفق السياسي بما يفاقم الأوضاع الراهنة على النحو الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة وما يصاحب هذا من تدهور شديد للأوضاع الأمنية والإنسانية وأن تحقيق الاستقرار المستدام بالمنطقة يتطلب التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ثامنا دعوة كل الفصائل الفلسطينية إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة لمواجهة مخاطر الوجود التي تهدد الشعب الفلسطيني وتدعيم الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق هذا والتي كان آخرها اجتماع العالمين الذي عقد قبل شهرين وحضره قادة وأمناء مختلف الفصائل الفلسطينية هنا ينتهي البيان ترجمة نانسي قنقر